اشتركوا في القناة مدير إدارة المؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أراحب بك في النشرة الاقتصادية وفي البداية استاذا كيف تعكس نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت 85% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2024 توجهات مملكة البحرين نحو تنوع الاقتصاد مساءكم الله بالخير في البداية أحب أن أشكركم على إتاحة الفرصة تفليط الضوء على بعض نتائج الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام 2024 لا شك بأن النمو الاقتصادي حقق المنفعة لشعب البحرين هو واحد من الأبرز طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد أكيد مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز على الأنشطة الاقتصادية ذات الإمكانيات العالية أما بخصوص توجهات مملكة البحرين فيما يخص التنويع الاقتصادي فيضل القطاع المالي محرك أساسي للنشاط الاقتصادي طبعا إلى جانب قطاعات وعدة أخرى وهذه القطاعات الوعدة تمتلك فرص ومزايا يتمكنها من التطور مثل قطاع السياحة والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية وأخيرا وليس آخرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وبالفعل أطلقت حكومة مملكة البحرين استراتيجيات تستهدف هذه القطاعات الوعدة بهدف تنميتها وحب أن تهد الفرصة وأشير إلى مساهمة بعض برامج تحفيز المؤسسات المتوسطة والصغيرة اللي يطلقها صندوق العمل تمكين لتنمية هذه القطاعات الوعدة طيب أستاذا ما هي أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق النمو برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر وكيف يعكس ذلك النمو جاذبية بيئة الأعمال في مملكة البحرين للمستثمرين الأجانب مملكة البحرين تمتاز ببنية تحتية متطورة والتي بدورها تعزز من قدرة المملكة التنافسية وتساهم في جد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتأكيد مع وجود نظام رقابي حكومي يطبق بشكل عادل على الجميع وأحد محاور خطة التعافي الاقتصادي يتمحور حول تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها وطبعا بدورها بيؤدي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي ومن جانب آخر أطلقت مملكة البحرين في عام 2023 مبادرة الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية والتي لعبت دور مهم في جد بالمزيد من الاستثمارات من دول المنطقة والعالم أجمع ولعل من أبرز العوامل اللي ساهمت في تحقيق نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر هي عمليات الدمج والاستحواد اللي حصلت في بعض الأنشطة الاقتصادية مثل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وتصدرت هذه الأنشطة رصيد استثماراتها تصدر المركز الأول على مستوى الأنشطة الاقتصادية وفي المركز الثاني جاء رصيد الصناعات التحويلية وبعدها الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وختاما حب يتأكد على أن مملكة البحرين بإذن الله ملتزم بواصلة تطوير بيئة الأعمال لتخدم الاقتصاد بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص من خلال تطبيق التشريعات المشجعة بالإضافة إلى تقديم مزايا تنافسية للمستثمرين بالتأكيد الأستاذ حلا حسن أحمد مدير إدارة المؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني شكرا جزيلا لك موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمسة وستين جزء من النقطة عن معدل الاقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال في حين اقفل مؤشر البحرين الاسلامي عند مستوى سبعمائة وسبعة وتسعين بانخفاض بنسبة نقطتين واحدة وعشرين جزء من النقطة عند معدل اقفاله السابق والان نترككم عدال اسواق المالية الخليجية تسببت ظروف التقصي القاسية في تقليص انتاج القمح في كبرى الدول المصدرة مما خفض المخزونات التي كان من المتوقع بالفعل ان تصل الى ادنى مستوياتها في تسع سنوات ويقود لارتفاع الاسعار وبينما خسرت الارجنتين واستراليا المصدران الكبيران في نصف الكرة الجنوبي ملايين الاطنان من انتاج القمح بسبب الجفاف والسقيع فان نقص الرطوبة يؤثر على الزراعة وبحسب بيانات امريكية فقد ادى سوء الاحوال الجوية الى انخفاض مخزونات القمح العالمية من اعلى مستوياتها على الاطلاق قبل خمس سنوات مما تسبب في ارتفاع اسعار الحبوب